موسيقى الراجا جمهورها رسمالها موسيقى يو السلام عليكم ياهد الناس أرجعنا عود ثاني وفيش فشين ثاني دياني يعني غتكون فيشي أشنو طريف الراجا بمعنى وصلنا لأسبوع دي نهايات البطولة وسبوع الحسم فرق ضروري الأخبار ستكون غير مشتاة وذلك الشيء هو الذي سنفعله تحت شعار سنناقش وذلك الشيء وممطن أن الأخبار سيصل لكم حتى نتوقع فأكيد قبل البداية لا ننسى أن نعود إلى مسحاب البطولة ولو أنه مدنار دي دوزو نتمنى أن يكونوا دوزو باخر والآخر في انتظار باقي الأيام وأكيد لا ننسى أن نشكر الأخمادي على الدعم الذي كان في الفيديو الأخر الذي تلح في الشين الأولى ومن هذا المين براي لك تبقى لا تفرجوش فيه سيرو تفرجو في رشي حاجة لذي زوائنا دي البطولة كيف تحرسوا هذه المينة لذي السمنة بدون موصلة للجمع المهمة علينا دخلنا الأسبوع الحسم السمنة دي ختم البطولة على بعد فقط 4 أيام من الماتش والستريس غير ما يزيد مع اقتراب الماتش وكيف العداء إلا أن الراواج يكتر أكيد الحديث سيكون على ماتش الراجعة ضد منه ديت وجدة في الدورة الأخرى أو اللي هي الدورة الثلاثية كيف ما كنا قلنا في الفيديو اللي فاتفات الشين هذي أنه تم تخصيص نسبة دي التذاكر اللي كتقدر في 1500 تيكي وإلا وش ما كنت تيقوش حكم الراجعة والسود قلت لكم 1500 جيتو كتقولوا اللي 4 ألف حشو ما عليكم أصحب المهم هدل العدد هذا اللي تم تأكيد دياله تم من الصفحة الرسمية لموديات وجدة أكيد هذا العدد هذا اللي باش نكونوا واقعين لا يعليق بفريق أو بحجم كجمهور فريق الراجعة العالمي ولكن للأسف تحت شعار غادي يقولوا لك لحنا كنتبقوا القانون ديال 5% وأكيد القانون راكم عارفينه كيفاش كيتطبق كيتطبق فقط على الراجعة إنش واحد العام كنش في النفس الظروف والجمهور دياله اللي ويدا دعطاهن المدرج كامل ولو أن داك الماتش كان مدهون و تدك شي لقافي ركيبي ولكن معليش أكيد الجمهور الراجعة غاديل بالنداء 1500 تيكو و 1500 مقعد و إن شاء الله هذا 1500 كيف عادتي سيضروا الواجب ديالهم في الماتش وعلش الله سيجيبوا ذلك اللقب منه وجدة مع اقتراب ماتش الراجعة وجدة إلا أنك أو سينك تسمع لي اللعاقة كتشاير وكتدور في السماء هذا الشيء عادي شكي يدعمش من أجل المصالح دياله والخبر المنتشر قال لك السيد المنافس دياله أعطي 5 مليون لكل لعب حال اسمعي لربحه أو لتتعادلوا مع الراجعة وأكيد كيف مقلت في الأول لأن الشيء يبقى عادي كل واحد يقال طريق الراسه باش أنه يدي البطولة خصوصا السيناريو الأخير اللي كنت شنين بعد تعادل تطوان مع الفيران لأخلب ندم أنه حاليا بقي بالنار ومن واحد النقطة أخرى باش نكونوا واقعين هالدعمة المادية اللي غادي ياخدوا اللعب ديالمودية توجده كون أكيد أنه غادي يخليهم مولوه في كل لعب عشرين وواحد وكوناك نعرف عقليات اللعب المغربي يعطي غير الفلوس ويحاجز كمقضية وأكيد لا ننسى الطرف الأخر والذي سيوجه فيه الراجعة الراجعة كفرقة واللحافيز سيكونوا كبير من ذلك الدائم المادية وفقط عندما ترى الفرقة اللي كتلاب حنا لدينا رسمية تلقي 50% اللاعبين عمرهم مربحوا البطولة فرا شخصيا كبليد الحافي زادة كبير من ذلك خمسة الميون اللي كتبارتج حاليا في مواقع التواصل الاشي معه لا ننسى وحتى المكتب الفريق اللي بدور دوله خدمة كبيرة من بعد صرف المستحقات اللاعبين للدورة الاخرى اللي تلعبات ضد الوزاوه اللي تقدر بما يقارب عشرين الف درام مع تحفيزات مالية أخر اللي جاي في طريق حالة مائلة الدين اللاقب ما علينا بخصوص تذاكر المات واللي غالبا سيبدأوا تفرقوا من اليوم وخصوصا تذاكر الخصم واللي على ما قرأت في واحد جروب ديالهم راني جاسوس وخاكك عندما قرأت في واحد جروب ديالهم أنهم خصوا لهم 14 ألف تذكرة مع تغيير الشكل التذاكر يعني تيك اللي سافتوا الراجة ماشي بحال تيكي اللي غادي ياخدوا الجمهور ديالوجدة وتشدروا فقط باش يباعدوا ديك القادية لانه ممكن جمهور يمشي ياخد تيكي ديالجمهور الاخر أما بخصوص تذاكر ديالراجة وباش نكون واقع معكم تذاكر غادي يمشوني شان المكتب ديالفاريق والمكتب واللي غادي يحدد طريقة ديالكي فاش غادي يفرق غادي يمشوا المواضيع أخرى وغادي يمقوا مع موضوع جمهور الراجة العالمي فاش كنقول لك جمهور الراجة أعرف بللي راشي إنجاز أو تنيت تحطم البارح المغرب كيتفاجأ بتكسير رقم قياسي جديد حالة استثنائية حملة تبرع بالدم واللي من بعد ما كان محطوط فقط هدف ديال 1200 متبرع الكورف السود جابت ليهم 1675 متبرع راجاوي واللي كي تعتبر رقم قياسي جديد ما كانش جاف الحمالات ديال أيام زلزال الحوز 1675 متبرع اللي قدروا أنه موفروا بات لتلاف كيس واللي غا تغطي الحاجة ديال أيام المقبلة واللي منها أيام هاد الأضحى وكيف ما جعلها تدوين هدي ديال الأخت أمالي مكلفه كتشكر فعل جمهور الراجاوي واللي فقط دير الواجب دياله وصراحة والله يتبزاب ديال الحب وكيف ما كنقول لكم من حال هذه يفتخر أنك كتنتمي لهذه الناس وكنت من أصحاب القرارات يشوفوا هذا الشيء ويعرفوا كونه هو الجمهور ديال الراجاوي الجمهور المتغرب بوسط بلاده الجمهور اللي كيتطبق على جميع أنواع القيد والقمع وخير المثال فقط غير هاد العامة هاد الجمهور اللي اتحرم أنه يشوف فرق طول اكثر من 50% ديال الماضيات بحجة لشيء وكيف ما اختمت الأخت أمال في تدوين دياله الراجاء العالمي تساوي وكيف يشوف الجمهور ديال الراجة بطريقة مغايرة وميصاج حتى من يشك يكون في وطنية هاد الناس هاده وقد يمشي الآخر موضو وختاما بقضية بن حاليب اللي بنت البارح الراجاء تساوي النزاء اللي بينو بهم بن حاليب أداء مستحقاتي المالية من بعد ما بن حاليب تنزل على شوية منها وهذه تحسب لي بن حاليب ولو بزيف ديال البلانات اللي طرولي إلا وأنه وطلع راجل ما مره مجود بداية في الميركات وشتولي كان سبب في رفع عقوبة المنع الراجاء من بعد ما وافق على تأجيل صرف مستحقاتي بالرغم من قاعدك اللي طرالي صراحة في الفصرات اللي بدراوي إلا وأنه اللي راجل راجل غديمقوا في نفس الموضوع الراجاء أوتيني كملت نزاعة دياله مع يوسف غرب اللي كان جابو لنا الاندلوسي اللي يخطفي الحق فضل النهر هذا الراجاء قدرت باش أنها تصرف المستحقات المتفق عليها معاد الأخير هو المكتب ديال الراجاء وكخلاصة من هذا الشيء كامل وهو أن المكتب رأى مناعش المكتب يقدف الأمور دياله قبل الميركات والصيفية وبطرق العقلانية ومكان شي واحد أخر كرة تسمع يعود تنسير الفيفول الجامعة وفي الأخر شي نارتغى تسمع هذا راكيتاك سمية مليون على سبيل المثال سيف الدين العالمي و أكسل مايي وزيد وزيد اللائحة طويلة ولكن المكتب الحالي سيكون بخطأ ثابتة تحت عارف المشاكل بأقل أذراع ومصلحة الراجاء فوق كل الاعتبار هنا سيكون وصلنا نقوم بالكوماتش لكين فيديو وخفيف درايف إن شاء الله عماد يقرب الماتش سنسترو فيه إن شاء الله بش فيديو قبل الماتش سنديوع الماتش اللي جاي عدنا بزيان خصوصا أنه ماتش حاسم وقد يكون آخر ماتش دلع عماده وانا فرمقرية سنقوله Peace